في غضون ذلك فجر تنظيم داعش جسريني في الموصل لعاقة عبور القوات الأمنية إلى الساحل الأيمن مصادر عسكرية قالت أن الجسر الحديدي والجسر الخامس خرجا عن الخدمة بعد أن قام تنظيم داعش بتفجيرهما مضيفة أن القوات المشتركة مدعومة بطائرات التحالف الدولي تواصل تقدمها على عدد من المحاور يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الاستخبارات العراقية مقتل عدد من قادة تنظيم داعش بضربة جوية داخل مدينة الموصل